السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا واسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع حقيقة ما كمنناش الجولة بتاعت مبالح كانت جولة صراع مع هجر الصلاة اللي الشيطان قدر يزين لكتير من المسلمين اللي هم ما يهجوروا الصلاة وإن ما دام القلب عمران والحمد لله القلب ببيض والدنيا حلوة خلاص ما همنيش بقى أن أنا صلي أو ما صليش قلنا لا يا جماعة الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين دل ركن الأعظم بعد الشهادتين علشان كده فتحنا الكتالوج المرة اللي فاتت وعدنا نقول حاجات كتيرة أو جميلة عن الصلاة تحنوا نكمل النهاردة عشان نسخن كل اللي قاعدين قدامنا اللي ما بيصليش يقوم ويسجد بين إيدين ربنا علشان يقرب ويسجد واقترب أخوي وحبيبي يقينا الصلاة هتنهاك عن الفواحش وعن أي شيء يغضب ربنا قال جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذلك لما ذكروا للنبي إن في واحد بيصلي طول الليل فإذا أصبح كان بيسرق فقال ستنهاه صلاته فعلا هتنها صلاته أخوي وحبيبي اللي يحافظ على صلاته بيحفظ دينه كله كان عمر بن الخطاب لي جملة كده معروفة وحل وجميلة كان بيقول إن من أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظ الصلاة فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولذلك كان سيده وعمر كان بيصلي وهو بينزف جرحه بينزف دمه هو عمال بيصلي رضي الله عن وردان أقول لك حاجة حبيب قلبي هو واحدة لي ما بنحفظ على الصلاة يا جماعة دا في حاجات كتيرة جدا في حياتنا محافظين عليها بمواعيد دقيقة جدا الفطار بموعيد والغدى بموعيد والشغل بموعيد حتى الناس اللي بتروح المسرح يقولك لابد من الحضور قبل رفع السطار بربع ساعة حتى الماتشات اللي في الاستاد وفي النوادي الناس بتروح قبل الماتشة بتلات اربع ساعات في حياتك اليومية يعني بعض الناس تلاقيه بيجمع الصلاة الخمسة في آخر اليوم أو يجمع الصلاة الأسبوع كل مرة واحدة مع إن هو لو قدمت له أكل بيتا من مبارح مش هيكلها إلا إذا كانت طبعا ملخية أو بابية بتبقى جميلة لما بتبقى يعني المهم في الموضوع إن هو ما بيحفظ على وقت الصلاة مع إن ربنا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا أخويا وحبيبي نفسك تفوز برحمة ربنا أكيد طبعا اللي بيصلي هيترحم قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقطون الزكاة ويطوعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله الله أكبر هتفوز برحمة ربنا لو صليت أخويا وحبيبي لو نفسك ترحم أبوك ومك صلي عشان ربنا يكرمك بيهم لو نفسك ترحم أولادك صلي عشان ربنا يحفظك فيهم أخويا وحبيبي الصلاة كفارة للذنوب والخطايا لو نفسك ربنا يغفل لك ذنوبك اللي فاتت وخطاياك اللي فاتت صلي واسجد من الأيام كما عند مسلم إن واحد من الصحابة أصاب قبلة من امرأة فرح للنبي يسأله عن كفارة القبلة ديت فالنبي عليه السلام جاء وقت الصلاة صلاة العصر فقال له صلي فصلى معهم فلما خرج قال له لقد نزل قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقام رجل قال يا رسول الله ألي خاصة الحاجة ديت لي أنا الوحدي قال لا هي لمن عمل بها من أمتي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن مجتنبت الكبائر يا سلام من رمضان لرمضان يتغفل لك كل ذنوبك طول ما أنت محافظ على الصلاة الخمسة وما دمت بتكتاني بالكبائر ربنا يغفر لك كل الصغائر ربنا يكرمنا ويكرمكم ويغفر ذنوبنا وسطر عيوبنا عايز تفوز بعهد بالمغفرة في الدنيا وفي الآخرة العهد ده موجود للمصلين قال صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه وقاله وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم الحديث البخاري المسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسر فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرنه شيء تبقى أي شيء من الأوساخ أو من القذرات قالوا لا يا رسول الله لا يبقى من ضرنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا عايز ترغم أنف الشيطان اللي زين لكتير من الناس اللي هم يسيبوا الصلاة صلي واسجد بالإدين ربنا قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سمع خد بالك بقى إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد قال الشيطان وهو يبكي ولا الشيطان واعتزر وهو يبكي ويقول يا ويلتي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرته بالسجود فأبيته فليه النار فانت بكده بترغم أنف الشيطان كلما بتسجد سجد للواحد القهار سبحانه وتعالى نفسك ربنا يوسع رزقك عليك بالصلاة قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو الكوة المتين تستشعر من الآية إن الصلاة من أسباب الرزق بل إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إن المال والرزق لما بينزل بيكون الهدف الأساسي منه هو إن أنت تعبد ربنا بالمال جوة قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال حديث كتسي والحديث رأى أحمد بسند صحيح قال جل وعلا إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يا سلام يعني كأن ربنا بيعطيني المال عشان أعبده طبعا أمال بيعطيك المال عشان تعصاه بيعطيك المال عشان يعينك على الطاعة ويعينك على العبادة ويعينك على أعباء المعيشة عشان تتفرغ للسجود بين يدي الله والعبادة الله سبحانه وتعالى وهيز أقول لك كل ما بقى خليها في ودانك لو كان في حد في الدنيا يجوز إنه يسيب الصلاة كان أولى الناس بالموضوع دوت المجاهد اللي بيجاهد في سبيل الله اللي متعرض إنه يتقتل في أي لحظة كان من حقه يسيب الصلاة ورغم ذلك تخيل ربنا ما عذروش وعمل له الصلاة مخصوصة اسمها صلاة الخوف هبقى شرح لكم مرة والمريض اللي نايم على فراشه لو كان حد يعذر المريض يعين اللي بيتأوه وبيتألم ده يعذر ويسيب الصلاة لكن لا ما بيعذرش يصلي كيفما استطاع يقدر يصلي وقف يصلي مش قادر يصلي قاعد مش قادر يصلي على جنبه مش قادر يتوضى يتهمم في كل الأحوال يجب يصلي أم المين اللي بيعذر في ترك الصلاة فقط المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء تخيل أو إذا كان إنسان مجنون رفع عنه خلاص أو إذا كان طفل صغير ده مرفع عنه القلم أو إذا كان إنسان مجنون أو نائم يعني الناس دول بس المعذورين إنما ما دمت إنسان صحيح سوي عاقل بالغ لابد أن تصلي وأن تسجد لله سبحانه وتعالى المصلي لما بيصلي بيبقى طول اليوم في حفظ ربنا وكلاءة ربنا سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله يعني في عهد الله وأمان الله وحفظ الله ده اللي بيصلي الصبح بس أمالي اللي يصلي الصلاة الخمس ولذلك مرة طفل بيقول لي والده إيه قال له يا والدي أنا سمعت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نصلي الصبح فهو في حفظ الله بالله عليك يا والدي تصحين للصلاة الفجر وإلا والله لو ما صحتنيش ما نرش راح المدرسة قال له حاضر يا ابني فالراجل ما رضيش يصح ابنه تاني يوم قال له يا ابني إيه صحيح نروح المدرسة قال له مش رايح أنا قلت لك تصلينا صلي الفجر عشان نروح معاك قال له طيب جي اليوم اللي بعده رحم الصحيح صلى الفجر ورجع البيت كان لقمة ولبس عشان نروح مدرسة قد ربنا إن الطفل وصل للمدرسة متأخر ربع ساعة فالمدرس رحم يزنبه هو وخمس أطفال تانين عشان يضربهم على التأخير فضرب الأولان والتاني والتالت والرابع والخامس وجاي يضرب الطفل ده قال له مش هتقدر تضربني يا أستاذ قال له ليه يا ابني قال له لإن أنا الآن في حفظ الله أنا صليت الفجر في جماعة وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبحة فهو في زمة الله فأنا الآن في زمة الله تقدر تضربني قال له ما أقدرش واضح فأنت في حفظ الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبين خد السمرة الجميلة دي اللي بيقعد ينتظر الصلاة بس واحد دخل المسجد لسه ما وقمتش الصلاة وهو قاعد منتظر الصلاة يعتبر كالفارس المجاهد فكيف بمن يصلي إيه الدليل خد الدليل حديث روى أحمد والطبران اللي في كبير بسنة حسن إن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله وهو في الرباط الأكبر ده اللي بينتظر الصلاة فكيف هو يصلي خد الثمر اللي بعد كده طول ما انت قاعد منتظر الصلاة الملائكة الملائكة تدعو لك وتستغفر لك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه طول ما هو قاعد ما استنى الصلاة فهو في صلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من مكانه أو يحدث يا سلام نفسك تكون من الصديقين والشهداء أكيد اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت الصلوات الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء الصلاة سبب لعودة النصر للأمة نفسك ربنا ينصرنا نفسك ربنا ينصر المسلمين في كل مكان صلوا يقول جل وعلا وقال الله إني معكم بس بشروط لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة معناها أنا معكم بالنصر هتفوزوا بمعية الله ونصرة الله بس بشرط لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة فإذا فتح الله عليكم فأول حاجة وأعظم حاجة تقدمها هي الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تعالى نكمل كتالوج الصلاة الجميل وثمرات الصلاة الجميلة بس بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يدع خيرا إلا وقد أمرنا به ولم يدع شرا إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم أخي وحبيبنا تعالى نكمل ونفتح الكتالوج بسرعة الصلاة ممكن بل أكيد هتكون من أسباب حسن الخاتمة قال صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه وإنتوا فاكرين إن الشيخ كيشك الله يرحمه ماته هو ساجد ودي حاجة شخصية بقى وأم الله يرحمها ماتت وهي تصلي ربنا يرزقنا أياكم يعني ميتة حسنة وإحنا سجود بين يدي الله سبحانه وتعالى أخي وحبيبي نفسك تقرب من ربنا نفسك تقرب أكتر وأكتر وازجد واقترب قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نفسك تقرب من نبينا نفسك تكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم النبي كما عنده مسلم لما سأل ربيع بن كعب قال له سل شيئا يا ربيع قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال أو غير ذلك قال هو ذاك مش عايز غير كده قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة أخي وحبيبي الصلاة من أسباب النجاة من عذاب القبر قال صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفقا عليهم حين يولون فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسي وكان الصيام عن يميني وكانت الزكاة عن يساري وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسيه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل تخريج الحديثة شيخنا تخريج الحديثة عند ابن حبان والحاكم بإسناد حسن الصلاة أمنية الأموات الناس اللي ماتت أمنية حياتهم إنهم يرجعوا الدنيا مش عشان يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا ويتفسحوا أمنيتهم يرجعوا الدنيا عشان يصلوا أنت عايش صلي عشان ربنا يكرمك يقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نوعين بإسناد صحيح قال قال أبو هريرة مر النبي على قبر دفن حديثا واحد لسه ميت قريب فقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهم هذا في عملي أحب إليه من بقية دنياكم بيقولهم ركعتين خفاف يطلع من القبر يصليهم ويرجع تاني أحسن عنده من الدنيا بتاعتكو دي كلها سبحانك يا ربي اليوم القيامة لما ربنا حسبك وتقف من أيدي لو الصلاة اتحسبت عليها وكانت صالحة كل أعمالك هتتيسر وهتعدي ولو الصلاة كانت غير كده كل الأعمال اللي انت عملتها هتضيع قال صلى الله عليه وسلم كما عند التبران في الأوسط بإسناد صحيح أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عملي وإذا فسدت فسد سائر عملي الصلاة نور وبرهان ونجاة يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور هتكون نور لك في حياتك ونور في قبرك ونور يوم القيامة بشر المشائين بالظلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة حتى الناس اللي هيتطلع على الصلاة المؤمنون والمنافقون لما انطفق نور المنافق ويفضل نور المؤمن زي ما هو فالمنافقون بيقول المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ده نور الإيمان والعمل الصالح والصلاة اللي احنا صلناها في الدنيا روحوا ارجعوا للدنيا وصلوا مرة تانية عشان ترجعوا وتلقوا الصلاة من وراءكم من وراءكم الطريقة على الصراط اخويا وحبيبي الصلاة سبب عظيم جدا للنجاح من النفاق ومن النار قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله اربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار الصلاة هتحرم جسدك على النار قال صلى الله عليه وسلم من صلى او من حافظ على اربعين اربع ركعت قبل الظهر واربعين بعد الظهر حرم جسده على النار قال صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الفجر والعصر قال لن يلج النار احد صلى قبل طروع الشمس وقبل غروبها وقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة النار حتى لو المسلم كان من عوصات الموحدين وعيازا بالله دخل النار عشان يتعاقب على زنوبه كل حتة في جسمه كل حتة في جسمه ممكن يصبها النار الا مواضع السجود فكما ورد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر عن شفاعة المؤمنين لاخوانهم البعض فيأذن المولى عز وجل لهم في ان يدخلوا ويخرجوا فلا يعرفوهم الا باثار السجود لان الله حرم على النار ان تأكل الله اكبر سبحانه الملك الصلاة سبب لدخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم صلاة في اثر صلاء لا لغوة بينها كتاب في عليين قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من احد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل فيهما على الله سبحانه وتعالى يقبل بقلبه ووجهه عليهما الا وجبت له الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة لكن أعلى لزة وأجمل لزة لا تخطر على قلب بشر إن النبي ربط ما بين الصلاة وما بين النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فقال كما في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القبر لا تضامون في رؤيته كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هنجدد الباعة مع رسول الله وهنصلي واحد يقول لي بس في بعض الشبهات وبعض المشاكل عايزين يغترد عليها في عجالة على عينه وعلى راسي إيه الشبهة الأولى واحد يقول أنا مش بصلي لإن الصلاة إيلة جدا أقول لك يخففها عليك ثلاث حاجات إنك تعلم إن أنت عبد ولازم تسمع كلام ربنا وإنك تعلم إنه كانت خمسين صلاة وبقت خمسة بأجر خمسين والحاجة الثالثة إن أنت تستعين بالله وهو هيعينك على إن أنت تصلي الشبهة الثانية بيقولك مش مهم الصلاة وكفان بحب الخير للناس أقول له لو كنت صادق كنت صليت وحبيت الخير لنفسك فطالما أنت ما بتحبش الخير لنفسك لا يمكن تحبه للناس الشبهة الثالثة بيقوله المشكلة ما عنديش وقت والله يعني أنا فعلا مش فاضي أقول له يعني فاضي تأكل وتشرب وتدخل حتى الخلاء ومش فاضي تسجد بين يدي رب الأرض والسماء بتهيلي صعب قوي الرابع بيقول المشكلة إن عارف الناس بيصلوا وبيسرقوا وناس بيصلوا وبيرتشوا وناس بيصلوا وبيكدبوا أقول له معاك حق فعلا فيه ناس كده بالمنظر ده طب ما إيه رأيك فكرة حلوة قوي ما تيجي بقى تصلي إنت بقى وتوريهم بقى الصلاة اللي على الأصل وتوريهم أخلاقيات المسلم كيف تكون وتوريهم أخلاقي المصلين كيف تكون ويبقى أنت كده قضوة لغيرك يختدوا بيك ويتعلموا منك اللي بعد كده بيقول لك مادام القلب أبيض إبقى خلاص إحنا مش حاجة نحن نصلي أقول له يعني يكون قلبك أبيض من قلوب الأنبياء ده الأنبياء كلهم كانوا بيصلوا والصحابة كانوا بيصلوا والتابعين كانوا بيصلوا هل عايز تكون يعني إن قلبك أبيض من قلوبهم وعموما لو كان القلب أبيض فأكيد لازم الجواهي راح تبقى هي كمان بيضة وتسمع كلام ربنا وتنقض لأمر ربنا لأن نبينا قال لنا إذا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله بيقول المشكلة أن أنا كلما بصل بتحصل لمصايب كتير جدا أقول له ده ابتلاء واختبار وارجع وشوف كلام النبي وشوف حياة النبي أديه بتولي النبي وقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر ديني فكلما بتزداد طاعة كلما بتزداد إيمان كلما بيزداد البلاء عشان ربنا يرفع درقتك ويغفر ذنوبك واحد بيقول المشكلة أن إمام المسجد بصراحة بيطول لحد ما ببقى مخلوق مش قادر أصلي وراء أقول لك بسيط الحل في اتنين إما أن انت تبحث عن إمام المسجد تاني ما بيطولش وإما أن احنا نوجه نصيحة لأئمة المساجد وقول لهم يا جماعة حاولوا تخفوا شوية على الناس وبلاش التطويل عشان الناس تقدر تصلي يعني النبي على السلام ده مش كلامي ده كلام النبي والحديث في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة قال من أم بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة والكبير فإن صلى لنفسه فليطول ما شاء بيقول أنا زنوب كتيرة وحاسس أن ربنا مش ممكن هيغفرلي عشان كده مش عايز صلي قوله أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأكيد تأكد إن ربنا أرحم بيك من رحمة الأمة بتفلها الرضيع لو تبت ربنا هيبدل سيئاتك حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بيقول المشكلة إن أنا ما بقدرش أخسر رجلية كل يوم خمس مرات صعب جدا صعب إن أنا أخسر رجلية خمس مرات عشان أتوضى هقوله بسيطة حليلك المشكلة اخسر رجلية مرة واحدة اتوضى مرة واحدة واخسر رجلية والبس الشراب وإنت متوضي لو كنت مقيم هتقدر تمسح على الشراب في خمس صلوات ولو كنت مسافر هتقدر تمسح على الشراب تلات أيام بلاياليهم بفضل الله من غير ما تخلع الشراب أظن كده المسألة بقت سهلة واحد بيقول أنا ما بقدرش أصلي إلا وأنا قاعد فبكسف أصلي قدام الناس وأنا قاعد عشان كده بطلت الصلاة أقوله لا يا سيدي مش قادر تصلي غير وإنت قاعد صلي وإنت قاعد والدين يسر وما فيش أجمل من كده صلي قائما فإلا ما تستطع فصلي جالسا فإلا ما تستطع فعلى جنب مش قادر تتوضى اتيمم ربنا يصلنا كل حاجة والدين يسر واحد بيقول خلاص أنا بصراحة اقتنعت بكلامك تماما وإن شاء الله هصلي من يوم الجمعة الجاية أقوله تضمن تعيش لبكرة أخويا وحبيبي الحق الحق بعد الحلقة دي بالله عليك بالله عليك أبوس إيدك ومتوضى واسجد لله يمكن تكون آخر سجدة كم مرة شاب قاعد عاش حياته كلها على شرب الخمر وفي يوم القام قابلوا بعض الشاباب الطيبين سلموا عليهم وطيبوا وخطروا كده وخدوا في حضنهم وحطوا تعود معنا شوية في جنة الدنيا قالوا فين؟ قالوا بيت ربنا فإحني لما قاموا عمليوا حلو كده راح البيت ودخل خبط على الباب كان دايما متعاود يخش يشتم ويسب ففتحت أمه الباب فقال لها السلام عليكم قاعدوا الشر بره بيدي حبيبي انت عيان؟ قال لها الحمد لله أنا خفيت دخل اغتسل وتوضى ولبس لبس نضيف وراحل المسجد وكانت صلاة المغرب وقام يصلي خلف الإمام ومع أول سجدة فاضت روحوه إلى بارئة جل وعلا يمكن تكون آخر سجدة خيوة حبيبي مين اللي هيجدد البايع النهاردة مع رسول الله ويبدأ يصلي من اللي دي ويبقى هو المصارع اللي قدر ينتصر على الشيطان وقدر يجيبه بالضرب القضية وقدر يجيب لمس أكتاف ان شاء الله من النهاردة نتمنى ان كل اللي سمعنا محدش فيهم سواء رجل أو امرأة محدش فيهم هيفرط في الصلاة أبدا أو سواء كان طفل صغير أو صبي صغير ان شاء الله محدش هيفرط في الصلاة الأسر كلها تجتمع وكلنا نصلي واللي أصر تاني يذكروا بالله بدل ما نبعت مسجات وكلام حب وكلام ابعتوا مسجات فكروا بعض بصلاة الفجر فكروا بعض بصيام الاتنين والخميس فكروا بعض بصلاة الترويح فكروا بعض بقراية الكرآن فكروا بعض بذكر الله بالاستغفار بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت كلمات بسيطة في درسين متكملين وراء بعض بعنوان صراع مع هاجر الصلاة ان شاء الله مفيش هاجر للصلاة بعد النهاردة ربنا يجمعنا وإياكم ونكون يوم القيامة في أرض المحشر كلنا ساجدين لله سبحانه وتعالى ونحن نشرب من حوض رسول الله ونخش معاه الجنة صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنوبنا اصطر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا ميتة طيبة ونحن سجود بين يديك يا رب العالمين اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مذرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى لي وصحبه وسلم والله بحبك في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته